مدرسة دعاة الحق الواقعة في أطراف مدينة الناصرية حيث أنها في الواقع فقط اسم لكن المدرسة عبارة عن منزل استأجره أهالي المنطقة لأبنائهم وذلك لافتقارها إلى بناية مدرسية وعدم قدرة التربية والحكومة المحلية على تلبية طلبهم هذه المنطقة كلها بها بس مدرسة واحدة ثلاث دوامات في الدائرة متوسطة ما عدنا فاضطرنا هذه السنة نأجر طلابنا بيت بعشر ملايين ونص جمعنا من كل طالب مئة ألف وانشئنا هذه المدرسة اللي هي موجودة حاليا راجعنا التربية راجعنا المسؤولين بالمحافظة ما سوى النحل نطلب من وزير التربية أن يساعدنا بناء مدرسة لأطفال وخطيئة ذولة والناس أكو فقرة ما عدها ووضعية تعبانة هنا الواقع مؤلم داخل هذه المدرسة التي لم نستطع تصويرها بسبب ضيق المكان وعدد الصفوف المتكوم من أربعة فقط الطلبة تتحدث عن معاناتهم فيها وإنهم يفتقرون لأفسط الأمور كباقي مدارس وزارة التربية نا ما عدنا مدارسة يعني حصل علينا أن نطلع برة يعني ما يكون نصف للبيت من البيت للصف يعني قاعد ثلاث ساعات أربع ساعات قاعدين نفس الرحلة ما نتحرك يعني كادر قديل ما يكون مدارسة قديلة صغيرة مدرسة ما تكفي ناسة نحن ندفع عشر ملايين ونصف في ظل الموازنات الانفجارية مناطق الناصرية تكاد أن تخلو بعضها من الأبنية المدرسية على الرغم من وجود عشرات المدارس المتلكية نتيجة للفساد المالي والإداري لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار